طيب خلونا نرجع الأساسة أمل إسماعيل للبحثة بالمركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية أنا آسف المؤطعة لكن خلينا نكمل كلام نتكلم عن غرفة عمليات السدق الأربعة المرشحين أيضا بتبعية حضراتكم بتتواصلوا معاهم هل تم متابعة ما بين تلقيته أي شكاوى منهم متعلقة بسير العملية الانتخابية ولا التواصل بينكم كانت زي خلينا برضو نوضح أن الجهات المتابعة لسير العملية الانتخابية لازم تكون وقفة على خطوة واحدة أو مسافة واحدة من الأربع مرشحين وبالتالي نحن بنرصد كل المخالفات أو حتى الإيجابيات اللي بتتم في خلال العملية الانتخابية ككل على الأربع مرشحين فلازم يكون فيه تواصل بشكل أو بآخر من خلال البيانات اللي بتصدرها كل غرفة عمليات التقارير اللي بتطلع بها لغرفة العمليات لكل مرشح من خلال رصده هو كمان لسير العملية الانتخابية من خلال مندوبينه أو متابعينه الخاصين به وبالتالي علشان لما المركز المصري أو أي جهة متابعة للانتخابية تصدر تقرير لازم يكون تقرير وافي مش من وجهة نظرها بس ولكن من وجهة نظر متعددة لكل الأطراف اللي بتتابع أو بتشاهد العملية الانتخابية بشكل عام فاحنا إلى حد كبير بنتابع البيانات اللي بتصدر منهم التقارير اللي بتصدر منهم بنبقى على تواصل من خلال تواجد المتابعين بتوعنا في اللجان والمتابعين بتوع الحملات دي كلها علشان لو فيه حاجة أكيد كلنا بنشوفها وبالتالي بنرصدها كلنا ولو فيه إيجابيات نفس الحكاية بنرصدها كلنا نفهم نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم عنها قبل ما انتابع غرف عمليات المرشحين للانتخابات الرئاسية وكنت بتكلمين عن نسب مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية على مدار اليومين اللي فاتوا والنهاردة الصبح الحقيقة أن المرأة دايما بتبهرنا في العملية الانتخابية أو أي حتى استحقاق انتخابي يعني هي بتنزل بشكل كبير جدا وبتكون نسب دايما مشاركة المرأة وهي الأعلى غالبا وبعدها كبار السن وبعدين الشباب المرأة دي احنا حتى مشاركة المرأة من منظور مختلف يعني المرأة نزلة لأن هي نفسها بقى فيه وعي مختلف بقى فيه إجراءات بقى فيه يعني حاجات حقيقية حصلت على أرض الواقع خلال خلينا نقول العشر سنين اللي فاتوا المرأة جزء أساسي أنها تشوفها وتلمسها من خلال سواء برامج الحماية الاجتماعية اللي تم طرحها خلال الفترة اللي فاتت هي بتمس بشكل كبير جدا المرأة أو الأسرة المصرية تكافل وكرامة الحاجات التوعوية اللي نزلناها للمرأة سواء الخاصة بالصحة الخاصة بالتعليم الخاصة بأفراد الأسرة بشكل عام لكن المنط بها طبعا في الأساس هي المرأة حتى فكرة أنه مبادرة حياة كريمة أو المشروع القومي حياة كريمة ونزوله للقرى ومحافظات مصر الجانب الأكبر فيه والشاهد الأكبر فيه هي المرأة لأنه إحنا بننزل كل قرية فيه مشروعات بنية تحتية لكن كمان فيه حاجات اجتماعية وحاجات إنسانية ومساعدات إنسانية بتخص تمكين المرأة في الأساس طبعا بقية أفراد الأسرة لكن المرأة كان جزء كبير جدا منها فمن خلال مشاهداتنا أن نسبة مشاركة المرأة عالية جدا في اليوم الأول واليوم الثاني لكن منظور المشاركة نفسه مختلف المرأة نازلة لوحدها نازلة من نفسها بإدراك وبوعي إنه أنا لازم أشارك في الانتخابات دي لأن أنا عندي يعني نظرة اختلفت أو رؤية اختلفت للبلد أنا المفروض أشارك فيها المشاهدة التانية والأهم هي الشباب يعني نتكلم إنه شباب الجامعات أو خلينا نقول ونحددها فئة عمرية من 20 حتى 45 سنة إحنا ما كناش بنشوف النسبة الكبيرة دي قبل كده كنا دايما كبار السن المتصدرين على المشهد حتى إعلاميا مش بس بالنسب لكن إحنا بنشوف حتى في المتابعات اللي موجودة يعني مباشر من المحافظات إحنا بنلاقي نسبة كبيرة جدا من الشباب بنلاقي شباب نازل يشارك في العملية الانتخابية بنلاقي شباب نازل يساعد في العملية الانتخابية وده الجزء الأهم إحنا بنلاقي طبعنا على مدار الأيام اللي فات بشكل كبير جدا صحيح خصوصا عملية التنظيم دي كانت من جانب الشباب وأيضا عملية التصويت جانب الشباب كان مصطف في أوائل المصطفين في صفوف اللجن علشان ينتخب ويدل بسوط وكمان الملاحظ أنه مش لازم يكون منتمي لجهة معينة أو لظاهير معين أو كده في شباب نازل فعلا تساعد في سير العملية الانتخابية بشكل محترم وبشكل ميسر على المواطنين وده برضو مشاهدة مهمة جدا عشان لما إن شاء الله النهاردة نهاية اليوم الثالث ينتهي ونطلع النسبة النهائية أو حتى إعلان النتيجة مهم جدا نسبة المشاركة نسبة المشاركة دي أهم حاجة لأنه نسبة المشاركة هي بتدل على الوعي السياسي أو الحالة السياسية اللي بتتم في البلد مش مهم مرشح يعني إيه الإدلاق دا لأني مرشح ولكن نسبة المشاركة بعد كده لما نعمل التقرير عن المؤشرات بتاعت الدليل على نسبة المشاركة دي كم مرأة كم شباب كم أحزاب كم كبار في السن فكرة التقرير النهائي اللي بيرصد العملية الانتخابية بشكل عام وبشكل مفصل ده اللي هيقول لنا انه في حالة سياسية صحية بتتم في مصر حاليا ام احنا لسه في الطريق او لسه قدامنا شوية وده مهم جدا فان احنا في اليوم الاول واليوم التاني حتى كان قبل انتهاء اليوم التاني نعلن 45% فده مؤشر مهم جدا غالبا يعني زي اي انتخابات اليوم التالت بيشهد كسافة شوية لانه بيبقى اخر يوم الجزء التاني من اليوم برضو بيشهد كسافة كبيرة جدا فمتوقع النسبة تعلي عن كده بكتير متوقع نسبة الشباب نسبة المرأة تزيد عن كده بكتير متوقع نسبة النسبة العامة من المجتمع يعني من خلال جهات العمل وكده فنا ممكن نلاقي النهاردة بعد اخر اليوم الناس اللي كانت في شغلها الناس اللي كانت مسافرة الناس كان عندها ظروف معينة هتضطر النهاردة يعني حضرت متوقعين الفترة المسائية تشهد زخم كبير ده اللي غالبا بيحصل في اي انتخابات لكن النهاردة فعلا هتشهد كسافة عالية جدا من بعد الاستراحة مثلا طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن جزئية خلال تواصلكم مع الناخبين لما تواصلتم معاهم اليومين اللي فاتوا النهاردة في رسائل معينة المواطن المصري عايز يوصلها عايز يقول انا نازل قدلي بصوتي علشان حاجة معينة فيه رسائل احنا رصدناها من خلال المتابعين بتاعنا في اللجان وفيه حتى وسائل الاعلام يعني رصدت اكتر من مشاهدة او اكتر من رسالة بيوجهها والسما الغالبة انه الناس فهمة احنا في مرحلة يعني انتقالية زي ما منه رفو مرحلة استثنائية الناس متأكدة انه انه التنمية الاقتصادية لازم بشكل او باخر تستمر لازم ننتقل من المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي واللي العالم كله بيبقى يشهدها يعني مش مصر بس وده برضو يعني فكرة زيادة الوعي انه عالم المواطن بقى ينفتح على اللي بيحصل حواليه في الدول التانية وبقى شايف قد ايه انه العالم كله بيمر بازمات اقتصادية مختلفة على مجالات مختلفة في بعض الدول بتشهد ازمات سياسية ازمات يعني خاصة بالامن خاصة بالاستقرار فقد ايه بقى فاهم انه المرحلة دي احنا لازم يبقى يحصل تنمية اقتصادية لازم يحصل امن واستقرار سياسي واجتماعي لازم يبقى المواطن بفكرة الحماية الاجتماعية لانه مع غلاء الاسعار مع المشاكل والتحديات الاقتصادية اللي بتمر بينا لازم نوفر للمواطن حياة محترمة او حياة كريمة وبالتالي المشهد كله بقى مختلف الوعي كله بقى مختلف الرسالة المهمة انه سواء يعني المرشح عبد الفتاح السيسي هو اللي هيكمل مسيرة التنمية دي او هيكمل الفترة او اي مرشح تاني فالرسالة الاهم ان احنا ما نرجعش تاني كل اللي احنا مش ناخلال عشر سنين احنا في اتجاه بناء الجمهورية الجديدة وهو ده يعني الهدف اكيد للمواطن نازل علشان يدلي بصوته علشان وخليني برضو ارجع لنقطة تانية وانت كنت تتكلمي عن توقعاتك كمركز مصر للفكر ان نسبة المشاركة النهاردة هتكون على كاساته وخصوصا لفترة المسائية طب احنا منتوقع ان بالليل بعد انتهاء الرسمي لمعادة التصويت اللي هو الساعة 9 مسائيا ممكن نلاقي مادة مثلا لساعة او ساعتين على التصويت غالبا المادة بيحصل لو فيه فعلا عدد من المواطنين جوه اللجنة الانتخابية جوه المقر نفسه وبالتالي انا مش هستقبل تاني بعد الساعة 9 لكن لازم اللي موجودين جوه المقر دول يدله بصوته فالمادة بييجي دايما من هنا ان الساعة 9 جات لكن انا عندي عدد كبير من المواطنين لسه موجود فما ينفعش يرجع قبل ما يدله بصوته فالمادة بيكون غالبا ساعة او اتنين بكتير لحد ما العدد ده يعني يكمل عملياته الانتخابية ويدلي بصوته